58 شمعة يضيئها الأردنيون اليوم بمناسبة ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني مجددين العهد بالالتفاف خلف القيادة الهاشمية ومواقفها الثابتة دفاعا عن قضايا الوطن والأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات تصفية تحت عنوين خطط للسلام والتسوية اذ جدد الأردن بقيادة جلالته التأكيد على عدم التنازل عن المبادئ السابتة للقضية الفلسطينية موقفنا محروف جدا كلا واضح جدا للجميع المواقف الملكية لا تتبدل وحين تكون القدس هي الوجهة فإن بوصلة الهاشميين لا تضل طريقها وعلى امتداد مسيرة الهاشميين كانت القضية الفلسطينية هي مركز الاهتمام ومحط العناية وحين انشغل البعض عنها بملفات داخلية او اقليمية اخرى وقف جلالة الملك عبد الله الثاني ليعيد فلسطين الى موقع الاولوية القضية الفلسطينية كانت وستبقى الهم الاول الذي يشغل الوجدان العربي ونؤكد هنا ان الاساس في التعاطي معها لا بد ان يكون ضمن ثوابتنا العربية الوصاية الهاشمية على المقدسات ظلت عنوانا للدور الاردني الذي لا تغيره التسويات والصفقات فوقف جلالة الملك في كل المحافل مدافعا عن القضية الفلسطينية ومحذرا من عواقب الالتفاف على الحقوق التاريخية الثابتة 70 plus years of conflict have played havoc with hopes for justice today one staters are actively seeking to impose an unthinkable solution on the region and the world one state propped up by structural inequalities with palestinians as second class subjects one state turning its back on its neighborhood perpetuating divisions among people and face world wide في عيد ميلاد جلالة الملك كما في كل مناسبة وطنية أو قومية يتجدد العهد الأردني بالتفاف الشعب والقيادة خلف مبادئ الوطن والأمة وذودا عن حما هاشمي كانت فلسطين وستبقى قضيته المركزية ترجمة نانسي قنقر